هذا خطر عظيم ولسيما في هذا الوقت إنه قل العلماء قل الفقهاء وكثر القرى لا شك أن موت العلماء النافعين خسارة للمسلمين النبي أحمر أن الله لا يقفض العلم ينتزعه انتزاعا من صدر الرجال وإنما يقفض العلم لقفض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهانا فسألوهم فأفتوا بجهر فظلوا وأظلوا حق البكاء آياء عيون اذ غاب عنا المصلحون تشكي السماء رحيلهم يجثوا على الأرض السكون حق البكاء آياء عيون اذ غاب عنا المصلحون تشكي السماء رحيلهم اجتوا على الأرض السكون هذا ابن جبرين مضى حق البكاء آياء عيون حق البكاء آياء عيون اذ غاب عنا المصلحون اذ غاب عنا المصلحون اذ غاب عنا المصلحون تشكي السماء عنا المصلحون اذ غاب عنا المصلحون اذ غاب عنا المصلحون سيبعثون سيبعثون شكرا